أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكلفات رئيس السيسيا الصادرة في حفل إفطار الأسرة المصرية وفق خطة تنفيذية مشيرا إلى أن هذه التكلفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص بالأصول المملكة للدولة وإطلاق مبادرة لدعم وتوصين الصناعات الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشاد مدبولي بما تم تحقيقه مؤخرا من طفرة زراعية على أراضي منطقة توشكا مؤكدا التنصيق الفاعل لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولا بأول وأشار مدبولي إلى تقرير البنك الدولي بشأن ارتفاع الأسعار عالميا بالفترة القادمة مشددا على ضرورة وضع هذه التقديرات لاعتبار لمواجهة هذه الأزمة العالمية